السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد نادي أهلا بكم في قناة Learn English with Nady انت الوقت تفرج على سلسلة English Capsules سلسلة English Capsules هي عوارة عن سلسلة مستمرة من الفيديوهات بناخدها بشكل مستمرة عشان نعمل بها refresh الإنجليش اللي عندنا الحقيقة سلسلة بتكون موجهة لأكتر من حد لو انت لسه بتعلم English فهي بتزود لك المصطلحات وتزود لك الكلمات لو انت قريدي عندك الإنجليش فهي برضو بترفع من المصطلحات اللي عندها بتعلمك بدائل وبتعلمك حاجات كتير جديدة حلقة النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن بدائل لكلمة Busy لما أكون Busy مشغول إزاي أقول إن أنا Busy هل هي على طول Busy ولا في بدائل لها أكيد طبعا في بدائل لها بس قبل ما أروح للحلقة بتاعتنا لو انت أول مرة تشوفنا معنا كده انك مش مشترك في القناة ما تنساش تشترك وتفعلك جرس ولو انت قريدي مشترك تأكد انك بفعل الجرس عشان نصلك كل فيديوهاتنا الجديدة ولو عاجبك الفيديو وانتنساش لايك وشارك يلا بنا على الحلقة أهلا بكم مرة تانية طبعا أول حاجة معنا إن أنا بقول I am Busy I am Busy اللي هي أنا مشغول أول بديل ليها وده أكتر واحد مشهور اللي هو لما بنقول I have a lot to do I have a lot to do أنا عندي حاجات كتيرة عملها I have a lot to do ودي ممكن نستخدمها في مثال ونقول I have to go there early I have a lot to do I have to go there early I have a lot to do تاني بديل I am Busy اللي هو I am up to my ears I'm up to my ears طبعا up to my ears معناها إن إنت اللي إحنا بنقول عليها بالعربي أنا مشغول لششتي I'm up to my ears ودي ممكن نستخدمها مثلا في مثال ونقول I'm sorry I couldn't make it yesterday I was up to my ears I'm sorry I couldn't make it yesterday I was up to my ears ثالث بديل معنا اللي هو My agenda is full أحيانا بيقولوها My agenda is full وأحيانا تانية بيقولوها full agenda I have a full agenda ودي معناها أجندة طبعا اللي هو المعنى الطبيعي بتاعنا أجندة ودي ممكن نستخدمها في مثال ونقول Sorry my agenda is full this week My agenda is full this week أو I have a full agenda تمان ممكن يستخدموا كلمة buried with كلمة bury يعني يدفن buried يعني مدفون buried with أي حاجة يعني أنت كن عندك كتير من الحاجة دي شغلك لدرجة أن أنت مش قادر تتحرك فبالتالي لما أقول I was buried with work I was buried with work معناه كده أن أنا كنت مشغول جدا بالشغل بتاعي عندي شغل كتير I was buried with work معناها كنت مشغول كمان بيستخدموا كلمة tied up tied up معناها أن أنت كان في حاجة ربطاك لفترة أو لمدة طويلة ما كنتش قادر تطلع براها وممكن نستخدمها في جملة ونقول I was tied up with meetings all day كمان ممكن نستخدموا expression I have a lot on the go ودي معناها نفسي معنى tied up أن أنت كان في حاجة شغلك لفترة طويلة أو لمدة طويلة ما كنتش قادر تطلع برا الموضوع ممكن نستخدمها مثلا في مثال ونقول I'm waiting impatiently for the weekend I have a lot on the go this week آخر expression معنا اللي هو I have a lot on my plate وحيانا كمان بيقولوها My plate is full طيب دي مش معناها طبعا إحنا ما نقصدش بكلمة plate المعنى الحرفي بس هو عبارة عن تعبير مجازي أن لما يكون طبقك مليان أو عندك حاجات كتيرة في الطبق اللي بتاكل منه فبالتالي أنت ما عندكش مكان لأي حاجة تاني تحطه فلما تقول My plate is full معناك أن أنت وقتك كله مشغول وإنت مشغول وما عندكش أي وقت فاضل أي حاجة My plate is full والغاية هنا تكون حلقتنا انتهت أتمنى تكون الحلقة ده فضلك معلومة جديدة قبل ما تسيبنا وتمشي لو أنت أول مرة تشوفنا معنا كده أنك مش مشترك في القناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس ولو أنت وردي مشترك اتأك أنك نفعل الجرس عشان يصلك كل فيديوهاتنا الجديدة ولو عجبك الفيديو ما تنساش شك في فيديو جديد